أحيط نقابة محرري الصحافة اللبنانية وتليفزيون أوتي في وجريدة النهار وعائلة مشرفية ذكرى الأربعين على وفاة الزمير رمزي مشرفي في احتفال حاشد أقيم في نقابة الصحافة النائب أكرام شهيب حضر ممثلا رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جملاط الوزير السابق صالح الغريب مثل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان وغزي أبي فرج مثل النائب السابق والد جملاط وإشام الأعوار مثل رئيس حزب التوحيد العربي بأم مهاب وكذلك حضر النائب مارك دو إضافة إلى فعاليات صحفية وحسبية واجتماعية النزعة الوطنية لم تهادر رمزي مشرفي في عمله الصحافي في جريدة النهار ومن ثم في محطة أوتي في فكان يؤدي مهنته بوحي منها لم يكتب بحبر الفتنة ولا خط سطورا كاذبة ولا الدعا وقائع لم تحصل ولم يكن ساعي بريد لأي طرف ذاك الأدمي المبتسم على الدوام والذي على عادة الموحدين لا ينطق إلا بكلمة مغلفة بالأدب ومرفقة بابتسامة خجولة وبحمرار وجه يزاوج بين الخجل وحسن الخلق على الصعيد الشخصي لا أنسى شخصيا مرافقة الراحل الكبير لي ولفريق عمل الأوتي في إلى بلدة عبي يوم تحرير عميد الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الشهيد سامير القنطار حين أقيم له لقاء شعبي جامع بمشاركة الفعاليات السياسية المتخاصمة وذلك يوم 16 تموز 2008 ولما كنت متهيبا التجول في المنطقة لأسباب باتت اليوم من الماضي البعيد أصر رمزي على البقاء معي لحظة بلحظة طيلة فترة التغطية وحتى خلال البث المباشر حيث كان يجول بين الناس ويحييهم ويحيونه في كل المحطات من دون استثناء ونحن معه نشعر بالاطمئنان والقدرة على إنجاز العمل أما بعد تطورات 17-21-2019 حين وقع الانهيار الكبير وانعكس بشكل واسع ومباشر على محطتنا تحديدا سواء من حيث الوضع المادي للعملين فيها أو لناحية الاستهداف السياسي والشخصي للزميلات والزملاء والذي تبعتموه بلا أدنى شك عبر الشاشات وفي زمن انكشفت فيه حقيقة كثيرين وتخلى فيه كثيرون أو خافوا لا يزال صدى صوت الزميل الراحل يتردد في أذان الزميلات والزملاء في مديرية الأخبار حين كان يتصل باستمرار للاطمئنان وابداء الاستعداد للتعاون بخلفية وطنية ومهنية لا سياسية وبعيدا من أي بحث في أي مطلب مادي مكررا دائما شو ما بتكن أنا جاهز نحن عائلة مضى شهراني على غيابك يا أغلى الأحباب وأكثرهم طيبة وصفاء يا مهجة القلب والروح يا قرة العين يا نور دربي وضياء طريقي مضى وما زالت روحك طاهرة وذكراك العطرة تبعث فينا الأمر ها نحن اليوم نحصد ثمار أعمالك وصدقك من محبة الناس من أقارب وزملاء الاحتفال الذي وقف خلاله الحضور دقيقة سمت حددا على الراحل عرض فيه وثائقي عن الراحل من أعداد مدرية الأخبار في الأوتيفي